السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت جه بعد كتير من صحابنا وناس عرفها كتير قالوا يعني ريت تتكلم مع موضوع الكورونا كورونا فيروس هو في الحقيقة الكورونا فيروس ده مش تخصصي لكن انا حاسس ان واجب على الدكاترة والناس اللي هو في المجال الطبي انه هما يتكلموا في الحاجات دهيات ان هما يوعوا الناس طبعا زي معظمكم يعني عارفين ان انا في امريكا موضوع الكورونا فيروس اثر كتير على العالم كله بدأ منين بدأ من الصين بالنسبة للفيروس الحالي لكن احنا عارفين دلوقتي ان العالم كله يعتبر كمدينة صغيرة او قرية صغيرة فاي حاجة هتحصل في اي مكان هتأثر على الناس كلها في العالم كله بالنسبة طبعا انا زي ما قلت في البداية ان المرض ده مش تخصصي لكن انا هكتهد في بعض الحاجات او الحاجات اللي هي المعروفة للناس كلها اه هو مش فيروس جديد زي ما الناس كلها عارفة اه هو فيروس متواجد اه من زمان اسمه كورونا فيروس والسترين او الفصيل الجديد دوت مختلف شوية عن الانواع اللي سبق قبل كده وانه بدايتو انه لما ظهر حالات التهاب رئي او كتير في اه الصين واكتشفنا انه هو الكورونا فيروس اللي هو النوع اللي هو بسموه كافيد ناينتين او الاسم الثاني سارس داش كو فيتو هل السؤال دوت بسمع مؤخرا يا رب هل ديت يعني حاجة حرب بيولوجية مثلا في الحقيقة انا في حالات كتير بأمم بنظرية المؤامرة لكن في الحالة ده هي اعتقد انه هو ده انفكشن طبعا انا بتكلم من منظور ان انا رقم واحد طبيب مسلم مقيم هنا في امريكا ومصري طبعا الخطاب ده غالبا موجه للناس اللي بحلينا في مصر او المصريين كلك انا بشوف فيديوهات وحاجات من مصر حاجات حاجات فضيعة حاجات فضيعة وفيديوهات وتجمعات يعني انا عارف ان الناس في مصر بيحاولوا يواعو الناس عن ان هما يأفويد او نبطل التجمعات بس بشوف حاجات خلاتني في الحقيقة بعد الحاح من بعض الاخوة ان انا اتكلم في الموضوع ده هوات وان انا نحاول مش نخوف الناس بس بس ننبه الناس بحيس على اقل يكون الواحد عمل اللي عليه زي ما قلت انا غالبا مش اه في الموضوع ده هوات مش مؤمن بنظرية المؤامرة احنا عارفين قبل كده عارفين قبل كده ان اه في الاوبئة موجودة من زمان وعارفين ان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حصل اه حاجة مشابهة ما كانش يعني نفس الديزيز كان طعون وان في الفترة ده هيت ناس كثيرة ماتت اه ممكن اكتر من خمس وعشرين الف من المسلمين ماتوا اه وكان الحل هو الايسوليشن او العزل اللي سيدنا عمر بن العاص اه يعني عمله زي مانداتوري او مستو بي دون طيب بحطة نظرية المؤامرة ديت انا مش متأكد منها او او اصابة موجودة في الوقت الحالي وده اللي نتعامل على اساسه طيب يا جماعة احنا طبعا الناس كلها تقريبا انا زي ما قلت الناس كلها تقريبا اتكلمت في الموضوع ده هوات وانا يعني يمكن اكلمت او حطيت بوستات او حطيت بوستات اه يعني احنا متوقعين ان الناس مش هتكون اه هتحتاج انها تقعد في البيوت ففي ناس كتيرة مش هتقدر تشتغل واحنا عارفين ان في ناس بيبقى شغلها داي باي داي او يوم بيوم رزق يوم بيوم فاللي يقدر يساعد يساعد ده ده تقريبا كل الحاجة اللي انا قلتها اه في حاجات بسيطة يبقى اول حاجة ان قلتها بحاول اه اكلم الناس واعرفهم ان ديات فيروس مش جديد موجود بس في تغيير اه في شكل الفيروس اه رقم اتنين ان الانه بيأفكت او مؤثر على العالم كله اه رقم تلاتة اه نشوف ايه الاعراض يعني اكيد برضو كلنا عارفين ايه الاعراض في الوقت الحالي اه الاعراض قبل ما نوصل الاعراض فيه حاجة اسمها انكيوبيشن بريود او فترة الحضانة بتاعة الفيروس ده هوت اي مكروب او اي فيروس بيبقى له فترة حضانة فترة حضانة اللي هي الفترة المرض بيخش الجسم لحد بداية ظهور الاعراض فترة الحضانة بتاعة الفيروس ده هوت تاني تقريبا بتختلف من شخص لشخص يومين لناينتين او تسعتاشر يوم افريج اربعتاشر يوم يعني ممكن يبقى عندك يبقى عندك المرض وتبقى ما عندكش اي اعراض خالص وفي الوقت نفسه انت ماشي بتنشر المرض احنا قلنا زي ما حصل قبل كده كان العلاج لموضوع الطعون اللي حصل قبل كده اللي هو العزل فده مهم جدا 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 طيب هنرجع احنا عرفنا يعني ايه ويعني ايه فترة الحضانة بتاعة المرض الاعراض غالبا برضو بتتفاوت احنا اصحابنا اللي هما في الطب والان انا شايف ان كتير فيهم بيتفرج دلوقتي ان كل الاعراض بتتفاوت ممكن يبقى فيه total asymptomatic او ما فيش اعراض خالص او بحاجات mild وفي حاجات very severe او very critical فده نفس الموضوع بالنسبة لكورونا فيروس asymptomatic يعني ما فيش اعراض خالص ممكن يكون فيه الاعراض اللي هي البسيطة اوي اللي احنا بنشوفها كتير في حالات الانفلونزا يعني مثلا حرارة صعوب التنفس كحة واجعة في المفاصل او في عضلات الجسم يعني دي غالبا الاعراض اللي احنا بنتوقعها في المرض ده هو ده انا عارف الوضع الصحي في مصر انا عارف الوضع الصحي في مصر يعني انا من تجربة شخصية يعني السيستم في مصر السيستم في مصر ما يتحملش مشاكل كتيرة ثاني السيستم في مصر ما يتحملش مشاكل كتيرة ظروفنا كده ما عندناش الامكانيات اللي هي هنقدر نقوم بيها مرض خطير زي دوت نرجع ثاني نقول العزل او التباعد المجتمعي ده يعتبر افضل شيء ممكن نعمله اعداد او اجهزة التنفذ الصناعي مش كتيرة في مصر معظم الحالات يعني الحمد لله رب العالمين معظم الحالات اللي بتجيلها الاعراض يعني الحمد لله رب العالمين ودي معروفة على مستوى العالم ان بيحصل recovery او شفاء تام يعني في ممكن بنسبة اكتر من 90% في كل الحاجات اللي شفتها وقاريتها تقريبا الفيتالي تريت او المعدل الموت اتنين اربعة لستة في المية تقريبا ده متوسط ان الناس بتموت اه وده طبعا غالبا بيفكت الناس اللي هي اعمار متوسطة واعمار كبيرة شوية في السن اه انا مش بحاول اخوف انا مش بحاول اخوف بس انا عارف من تجربة شخصية ان انا ابوي الله ارحمه احتاج جهاز تنفس في مصر في وقت من سنتين تلاتة ما كانش فيه اي حاجة زادية وما كانش فيه يعني ما كانش متاح ما كانش متاح فاحنا بنقول ان نسبة كتيرة او معظم الناس بعون الله هتخف من الكورونا فيروس ده يت اه بالقعدة في البيت وبالاستخدام البسيط للمسكنات الالام لخافض الحرارة اه لكن لو الامر اه تطور والحالات المصابة تاني خصوصا في مصر وفي الحقيقة على مستوى العالم كله يعني كل نظام او سيستم طبي اه في العالم بيبقى له يعني حدود معينة حدود معينة لو عدد الناس اللي هم احتاجوا اه او اجهزة تنفس اه صناعي زادوا عن الموجود فخلاص هم هيعملوا ايه طبعا انا سمعت ان بعض بعض الدول ان الناس الكبيرة اللي فوق سن سبعين وثمانين وعندهم بيشلوهم يعني يعني هاي يموتوا يعني خلاص هنعمل ايه فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي في مصر مش عايزين نوصل للمرحلة دي في مصر لان احنا يعني بيسيكلي مش قد الموضوع دوت في مصر فيبقى نعمل ايه يبقى الوقاية خيرهم من العلاج الوقاية خيرهم من العلاج طبعا انا زي ما قلت انا بتكلم عن الموضوع من منظور ان انا طبيب وان انا مسلم وان انا مصري وان انا ازهري فالعلاج او الحاجات اللي انا هاقترحها هيكون فيها جزء هتفاجأ طبعا انا بعد كل سنين في امريكا ان انا بقول ادعية ان احنا ندعي ربنا ندعي ربنا نتحصن بالدعاء بس ناخد بالاسباب ناخد بالاسباب يعني ايه يعني مثلا اه لو انا خلينا نرجع شوي نقول ايه ايه الحاجات اللي حصلت في امريكا بعد الموضوع ده انا هتكلم على سبيل المثال في المستشفى بتاعتنا هنا المستشفى اللي انا شغال فيها مستشفى كبيرة جدا طبعا في حالة شبه طوارئ في المستشفى يعني على الرغم ان المنطقة اللي انا فيها يمكن اللي اعرفه لحد دلوقتي ان هي حالة واحدة بس اللي هي ايجابية اه لكن بالنسبة للنظام هنا اللي عملناه هنا كمستشفى جامعة كل مش عارب فيه كلمات هتبقى واععة مني بقى اه كل او كل المؤتمرات اللي هي كنا منعملها مرتين في الاسبوع للدكاترة والفالوز مفيش اي تجمع اكتر من عشر اشخاص يعني از مش مستحب فالمؤتمرات ديت اتلغت كمان المؤتمرات اللي هي الطبية اللي برا اتلغت اه حتى هنا في يعني في معظم المدن في امريكا الصلوات في الصلوات زي الجمعة والتجمعات سواء في المساجد او في الكناس التجمعات الكبيرة برضو اتلغت فده مهم جدا وده طبعا هو مش بيمنع اه مش بيمنع امكانية الاصابة بنزل المية في المية بس على اقل احنا كده بناخد بالاسباب احنا كده بناخد بالاسباب حاجة تانية ده ان تقريبا فيه اه تقريبا تقريبا في حال الطوارئ فيحنا كل المناظر والحاجات اللي كنا بنعملها اللي هي مش ارجنت اوي بنبطلها دلوقتي او حطينها انهولد الحالات اللي في العيادة اللي هي مش ارجنت اوي حتى ممكن اه في نظام اللي هو نتكلم بالتليفون مع المريض وكده ونشوف هل المريض فعلا ييجي العيادة او لا يعني حتى في المجال الطب ما تجيش او ما تروحش المستشفى الا للضرورة طيب يبقى حنرجع تاني احنا نعمل ايه يبقى احنا ناخد بالاسباب ندعى ربنا نقول الازكار بسم الله الذي لا يضروا مع اسمه ليش اون في الارض ولا في السماء وهو السماع العليم الصبح وبالليل ثلاث مرات وناخد بالاسباب يعني انت انت مريض او حاسس انك عندك اعراض اه خليك في البيت ما تطلعش بره حتى لو انت اه رايح تصلي ايه يعني خليك في البيت الموضوع دلوقتي احنا بنؤمن بقضاء الله وقدره وان كل حاجة مكتوبة ده شيء مسلم اه بس احنا كمان مأمورين بحفظ النفس احنا مأمورين بحفظ النفس حفظ النفس ده هيجي ازاي بان احنا بناخد الاجراءات الوقائية اللي ممكن نعملها انا تعبان هستنى في البيت حتى لو اروح اصلي اه حتى لو اروح اصلي الا اعود في البيت والله اعلم الله اعلم اني صلاتي في البيت الله يعني ربنا هاي حسبني هيديني ثواب اكتر من انا اروح المسجد والله اعلم ده انا كلامي انا يعني طيب هنقعد في البيت اضطرت ان انا بخرج في اي مكانة طبعا انا بقول للناس اللي هم بيشوفوني يعني اعودوا في البيت يعني احنا احنا ما نقدرش نقعد في البيت احنا كدكاترة ما نقدرش نقعد في البيت بس انتو انتو تطلعوا ليه اذا كان المدارس اه اطلغت واي التجمعات الكبيرة اطلغت طبعا انا انا قلت مزهول من الحاجات اللي بشوفها في مصر ان زي ما قلت لو الحالات زادت وحصلت مشاكل في مصر والامر تطور ان الانسان بقى عنده التهاب رئوي وحاجة التنفس الصناعي ده مش هيكون ده بالشخص دوت بالسلامة كده ما فيش اه ما فيش اي حاجة ممكن تتعمله ويبقى في الحقيقة هو عمل ده في نفسه يعني طيب تاني اه اعود في البيت لو انا مريض وحتى لو انا مش مريض انا مش مريض ده ما نقعد في البيت لحد الفترة ده ما عدي اه اه بِن رأي ان انا بخسل ايدي كويس ان انا بخسل ايدي بمية وصابون في الحقيقة انا مش متاكر ان الصابون انا بيقتل الفيروس بس الفكرة انه بيوقعه الفيروس يعني بردو عشان انخوفش الناس الفيروس ضعيف ضعيف. والفيروس وسيلة النقل اللي هي عن طريق يعني بالضبط بالضبط مش معروفة ولسه هل هي بس عن طريق الرزاز هل هي عن طريق الهوى عن طريق الكونتكت او تلامس غالبا هيكون عن طريق الرزاز الرزاز اللي هيقع على حاجة انت هتلمسها بايدك هتلمس بقك و يعني مناخيرك ويقول جدا بخسي اليد كويس والحاجات اللي هي ناس كتيرة بتلمسها نراح مصلحة يعني او طريت ان انا اروح مشوار بمسك اكرة باب مش عارف فيه كمبيوتر وكزا باب كزا نحاول نطهر الحاجات اللي احنا بنلمسها كتير الحاجات اللي احنا بنلمسها كتير وطبعا الناس بيقولوا ان هو الالكوهول اللي هو 60-70% تركيز ده يعتبر من الحاجات اللي هي ممكن تقتل الفيروس لو انت تعبان واقعد في البيت مفيش مانا انك تاخد تلبس الماسك الماسك تلبسه بحيس انه بيقلل شوية يعني او او انت قال المرض لو انا قاعد اكح يعني يعني خلي فيه او كومن سنس يعني مش معقول ان اروح مكان ياخد يعني انا رحت المسجد لو الشخص الجنبية بيكوح انا هقلق انا هقلق فلو انت هتكوح زي ما قلنا خليك في بيتك ولو انت هتكوح اما في الكمام او هيك ده او في منديل انما تكوح كده في وش الناس ده ما قلنا الرزاز هو غالبا اللي بينقل الرزاز والوقوع على حاجة وان احنا بنلمس الحاجة ده هيك ونلمس وشنا والله اعلم بها حسب او المناعة بتاعتنا ده اللي ده اللي هيتحكم في الموضوع ان ان شاء الله يعدي بسلامة يا رب يعدي بسلامة على الناس كلها بس احنا عارفين ان الناس اللي هي اه متوسط العمر والناس اللي هم مكبار في السن وخصوصا اللي عندها امراض قلب ورقة وسكر عالي مش متنظم وحاجات زي ده هي اه لو الامر تطور واحتاجوا اه اجهزة التنفس في مصر ده ده شيء مش موجود اه كمان في الوقت الحالي اه او يعني ده المفروض يكون دايما يعني انك مش اه يعني اه استخدم الحاجة الخاصة بيك انت فوتا مش احنا طبعا انا ربيت في مصر وعارف النظام ايه في مصر انت عندك فوتا استخدمها لنفسك يعني ما تشيرش دون ما تشاركش حد تاني في فوتا يعني خلي الفوتا بتاعتك اه ليك اي اي حاجة اه شخصية خليها شخصية بس قلنا نخسل ايدينا بصفة مستمرة ونمسح الاسطح او اي حاجة ممكن تكون حاملة للمرض وفي وفي الاخر بقى لو حسيت انك تعبان اه يعني شوف الدكتور اه زي مولت في في مصر هيكون السيستم في مصر هيكون اوفر ولمت اوفر ولمت يعني ايه بقى يعني السيستم في مصر او نظام في مصر مش هيتحمل اي حالات اه اي حالات اه خطيرة اي حالات خطيرة في مصر غالبا اه غالبا اه ما فيش جهاز تنفس الصناعي وهت اه وهت اه تكل على الله يعني. يعني انا زي ما قلت اه انا زي ما قلت ان المجال او الامراض المعدية مش التخصص بتاعي. اه بس انا حبيت اتكلم في في يعني عن الموضوع دهوت. اه نخلي بالناه. وان اه تعبان. تعبان خليك في البيت. اه. وتعبان او مش تعبان في الحقيقة. تعبان او مش تعبان. خليك في البيت ما تطلعش غير غير للظروف اللي هي القهرية. علشان ما نندمش اه بعد كده. اه يعني في الاخر بن ندعي يعني ان شاء الله ربنا يسلمنا وسلم الناس كلها من من الفيروس دوت ومن كل الامراض. يعني زي ما قلت كلامي ما كانش فيري كان كلامي كلام عام. وان شاء الله هشوف لو الامر يعني تطلب بعد كده نتكلم تاني بحاجات مور سبيسيفك او حاجات خاصة هنتكلم. الرسالة اللي انا عايز اقولها خليك في البيت. وان في الحقيقة يعني لم يعني الحاجات المناظر اللي هي الفضيع اللي روح تشافها في مصر. يعني ان ان القهوة او الكافيت تبقى مفتوحة. وبس احنا بنجدب وبتنزل الباب او الباب بتاع القهوة. والناس تخش وانحنا قاعدين كلنا في القهوة جوه. ومن برا اه القهوة مقفولة او الكافيت مقفولة. ده اسمه نفاق. ده اسمه نفاق. وبس الاسف النفاق ده هو انت مش بتضر نفسك. انت بتضر الناس كمان اللي حواليك. فانا اعتقد ان لازم يكون فيه. ان الحاجات ده هي ما تتسبش. او يعني ما تتسبش للناس لازم الجهات تتحكم في الموضوع دوت بشكل اكتر من كده شوي. طيب شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلام جلال الزهري.